زيكوا عاملين ايه فيديو جديد وفيديو النهاردة هنقارن فيه مع بعض ما بين عشر كلمات ايد الافضل في السعر اللي بيدي ترتيب اعلى وايه كمان اللي بيدي ريحة حلوة بتاعت فترة طويلة وكمان لو ايديك فيها اثار حروع او اثار جروح ازاي نشتغل على الحاجات دي احنا دخلين على الشتاء والايد من اكتر الحاجات اللي بتجف جدا في الشتاء فلازم لها عناية خاصة كده بس بسيطة يعني مش هتاخد مننا وقت خالص ولا اي مجهود المهم ان احنا نهتم بيها لان التشققات بتاعت الايد دي اولا متخلي منظر الايد مش حلوة خالص وتاني حاجة كمان ان هي بتكون مؤلمة فانا هقول لكم على افضل كريمات ايد انا جربتها سعرها فعلا حلوة جدا وفي نفس الوقت تبتدي نتيجة كويسة بس خلينا قبل من ابتدي نوصل الفيديو ده لعشر تلاف لايك بما ان المقارنة النهاردة هتكون ما بين عشر كريمات ايد خليه في البداية اقول لكم ان اي بادي لوشن او اي مثلا بادي كريم ممكن يحل محل كريم الايد عادي بس طالما عملوا حاجة مخصصة للايد فعرفي ان هي بتدي فوائد اعلى او بتدي نتيجة افضل في حاجات معينة يعني هم بيعملوا حاجات تشتغل مثلا على علاج تشققات الايد بشكل مكسف اكتر تشتغل عن نهاية او الضوافر او مثلا تصلح الجلد الزايد اللي حوالين الضوافر فعشان كده عملوا كريمات مخصصة للايد انما ممكن نرطب ايدينا باي مرطب عادي ما فيش مشكلة ودلوقتي كمان هتديكم اكتر من اوبشن وبعدين لما نعمل المقارنة بتاعتنا هقول لكم كمان على حبة نصيح وحبة كريمات تفيدنا لو مثلا الايد فيها اثار جرح او اثار حر او كلام ده خليها في البداية نبتدي بالحاجات مثلا الطبية والمتوفرة جدا وهتلاقوها في اي صيدلية وهو البنسينول البنسينول يعتبر مرطب حلو جدا وسعره كمان حلو جدا ومتوفر في كل الصيدليات وتقدر تجيبيه وترطبي به ايديكي يوميا البنسينول من المواد المركزة اللي فعلا بتدي ترتيب عالي ممكن كمان كريمات تانية زي كريمات الجسم في الكريم ده من نيفيا ده بزبدة الكاكاو حلو جدا جدا في الترتيب حلو كمان جدا في الترتيب وسعره في حدود الحاجة واربعين جنيه كمية بتاعته كبيرة ونقدر ان احنا نرطب بي ايدينا يوميا لو انت اديكي بقى فيها الجفاف شديد شوية ممكن تستخدمي كريم برضو للجسم عادي بس يكون كريم مركز زي الكريم ده من ضوف برضو ريحته حلو جدا وكريم فعلا مركز يعني هيديكي ترتيب عالي فاك اوبشن حلو او بصراحة للترتيب ممكن كمان نستخدم اي بادي لوشن عادي احنا ونوزعه على الجسم كده نوزع كمية محترمة منه على الايد اي بادي لوشن عادي مش هتفرق خالص طيب عشان بما اننا يعني دخلين على الشتة فبنبقى محتاجين شوية الترتيب يكون اعلى فالاقوى في الترتيب من البادي لوشن هو زبدة الجسم في زبدة الجسم اللي هي بتكون عادية من غير اي بيرفيم عليها او اي عطر يعني بس هي برضو الترتيب بتاعها حلو جدا تقيلة كده فبتدي ترتيب للجسم حلو قوي يعني كمان بتساعد على علاج التشققات بتاعت الجسم بسرعة وممكن تستخدمي كمان زبدة جسم بس في نفس الوقت تكون معطرة فاولا الترتيب بتاعها بيعد اطول يعني فترة اطول من البادي لوشن العادي كمان الكمية بتاعتها بتكون اكبر اصغر كمية منها بتفرض على مساحة كبيرة من البشرة فبتديك ترتيب حل وفيه كمان بتكون داخل فيها عطر فبتدي كمان ريحة حلوة زي مثلا البادي باتر دي كميتها كبيرة ريحتها تجنن ترتيبها بيعد فترة طويلة حلوة جدا سواء في ترتيب الجسم أو في ترتيب الايد بجد حلوة جدا خاصة في فترة الشتاء بيبقى الترتيب بتاعها اعلى بكتير من اي بادي لوشن خلينا بقى يلا ندخل على كريمات الايد اللي انا جربتها ابتدي معاكم الحاجات اللي انا محبتهاش اول حد بقى ما نوصل لأفضل كريم مرتب للايد او افضل تلاتة يعني عمتا اوكي اول واحد ما حبتهش انا كنت بحبه زمان بس ما كنتش عارف طبعا ان هو ليه بداية الارخص بكتير وتقريبا بتدي نفس المفعول بتاعه وانا عمتا بحب المركة دي جدا بس يعني لا ما يستهلش بصراحة ان احنا ندفع في كريم ايد المبلغ ده خاصة ان هو مش بيعمل حاجة علاجية قوي لأهو في النهاية كريم ايد مرتب عادي جدا فاول كريم ايد هو ده من سوق ان دي جلوري الكريم ده على قد ما هو حلو على قد ما ترتيبه حلو الكمية بتاعته صغيرة وهتدفع فيه رقم فوق الميت جنيه فبصراحة مش شايفان هو افضل اوبشن بصراحة لانه كريمات اليد دي من الحاجات اللي بتخلص على طول فمحتاجين كل شوية نجيب منها كل شوية نجيب منها فده من نسبلي لا يعني مش هدفع فيه اكتر من 150 جنيه مثلا وهو في النهاية كريم ايد عادي والكمية كمان بتاعته خمسين ميلي فحرفيها كده بتخلص بسرعة اوكي ريحته تتجنن وكل حاجة بس برضو الكريمات التانية اللي هنتكلم عنها ريحتها برضو حلوة جدا جدا فده مش هكرره تاني ومش شايفة ان هو الافضل الكريم اللي بعد كده واللي برضو مش هكرره مرة تانية عشان سعره مبالغ فيه بصراحة انا مش شايفة ان هو بيعمل اي حاجة زيادة عن اي كريم ايد تاني يريته حتى مميز في اي حاجة يريته حتى مميز في الترتيب او مثلا في النواة يدريها حلوة اوي للايد او نوع يعمل حاجة مختلفة هو الكريم ده اسمه برافن ده من باث اند بادي ووركس بصراحة هو مفوش غير الباكتجين بتاعته تجنن بصراحة يعني هي شكلها كيوت اوي وحجمها صغنن كده ده يمكن اصغر كريم ايد انا شفته 29 ميلي يعني اكبر من كريمات العنب حاجة بسيطة وسعره حوالي 125 جنيه او حاجة كده فلأ طبعا مش هكرره مرة تانية بصراحة عشان سعره يعني جبته مرة كده كان في قفر وحاجة بس لأ مش اللي هو الحاجة المبهرة يعني اللي تدينا ترتيب رهيب بحيس ان احنا نجربها مرة تانية الكريم التاني اللي برضو يأتي في مرتبة متأخرة شوية على الرغم من في ناس كتير بتحبه هو مش في مرتبة متأخرة شوية او بصراحة عشان مظلمهوش بس انا مش بحب احساسه على الايد هو بيسيب كده طبقه دغنية اي نعم بتمتص مع الوقت بس لما بتوزعيه على قديك متقدرش تمسكي بقى اي حاجة هتلاقي اي حاجة انت مسكتيها مدهننة كده هو الكريم ده من اماندا سعره 25 جنيه او 30 جنيه حسب ما بتجيبيه الحلو في الكريم ده ان هو للايد وللضوافر وفيه كمان الكرياتين والكرياتين ده بيشتغل على تصليح الضوافر وفيه فيتامين ايد عشان الايد عمتن يغزيها وكده ويديها ترتيب اعلى فهو حلو جدا وكسعر حلو جدا ريحته الى حد ما ريحته حلوة يعني ريحته لا حلوة مقبولة بس عايز اقول لكم انا مسكة هو العلبة بتاعته مدهننة من برا يعني بس بحط كده حبة وبوزع على ايد عبال ما بقفلها بتكون دهننة فدي النقطة بس اللي انا ما حبتهاش فيه غير كده هو حلو متوفر وسعره حلو جدا الابشن اللي بعد كده برضو يمكن هو حلو جدا وفعلا بيرطب الايد حلوة قوي ورحته كمان جميلة والباكيجين بتاعته مختلفة بس هو سعره برضو في حدود المية 25 جنيه او اكتر كمان من 125 فمشكلتي معاه في سعره على الرغم برضو انها بحب البراند دي بس مش هكرر كريم ايد بالسعر ده هو كريم الايد ده من فارم ستاي حلو جدا وترتيبه حلو البشرة بتمتصه بسرعة بسرعة هوا يعني ولا كأنك حط اي حاجة وفي نفس الوقت بيديها ترتيب عالي بس المشكلة في سعره ان هو بس متوفر اونلاين زيه زي سوب اند جلوري فبرضو ده مش حل عملي قوي يعني لو احنا محتاجين كريم ايد نستخدمه على طول الكريم اللي بعد كده للاسف هو مش معايا انا معايا منه كريم القدمين بس هو بجد من افضل الاوبشنات المتوفرة اللي بيدي ترتيب حلو اللي ريحته حلوة اللي كمياته مناسبة 60 ملي اعتقد 60 ملي بيعد فترة طويلة عشان كمية منه صغيرة بترطى بالايد حلوة اوي هو الكريم بتاع ايفا فانا هوريكو كده هو الباكنجينج التانية برضو شبه دي اوي يعني برضو كيوت كده بس بجد بيعد فترة طويلة ومتوفر في السيداليات فدي حاجة حلوة متوفر كمان في السوبر ماركت فتقدر ان انت يعني تجيبيه بسهولة فانا بحبه بصراحة الكريم بتاع ايفا فمن الاوبشنات اللي ممكن نحطها كده في الاعتبار لو احنا عايزين نجرب كريم ايد بجد يدينا يدينا تجowing الناتاج حلوة اوي في الترطيب الكريمين اللي بعد كده بجد الفرق ما بينهم الفرقين اللي مابينهم هو الفرق الوحيد اللي ما بينهم اللي انا شايفيه الفرق السعر انه ده ضعف سعر ده والفرق التاني ان واحد فيه ريحة حروة والتاني لا مفهوش هم الكريمين دول واحد من نيوتروجينا الكريم ده حلوة جدا 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 في الترطيب معطر مكتوب عليه انه هو معطر راحة فورية الايد الجفة والمتشققة مجرد قطرة واحدة هو فعلا بيرطب جدا لانه هو القوام بتاعه شبه الفازلين كده فمعليش كده عشان قرب بيخلص بصوا فازلين حرفيا اللي بيطلع فازلين بس على خفيف فحلوة قوي في الترطيب انه هو بيفرد كده طبقه على الايد بس انا عارفة ان فيه بنات وستاد كتير مش بتحب الطبقة دي كده تحس مثلا هي من دهنن او حاجة انا عن نفسي مش بيدهنن معايا بالعكس بحس ان ايدي بتشفطه كده في الشتاء فحلوة قوي قوي بس هو في حدود ال 53 جنيه فالبديل الارخص بتاعه وبجد حرفيا تحسوا ان نفس الكريم هيطلع دلوقتي اللي هو الكريم ده من لونة من افضل كريمات الايد المرتبة اللي انا جربتها بسه فازلين طالع يعني فازلين على خفيف كده بس برضو الترطيب ده حلوة قوي تحسوا انها طبقة فازلين وانا بحس ان ايدي بتتشربه عادي في الشتاء يعني او ممكن تحطيه مثلا بالليل وبعدين بحطه لما هكون هكمل بقيت يومي لان هو الاريحة بتاعته مش قوية قوي فمش تكرف على حاجة عمش تكتمسكي حاجة كده فهتكرف عليها لكنها مش شايفة اي فرق بجد ما بينهم وهم اللي اتنين يمكن ده ريحتو انا عم كده شوية واخف شوية بس ده بحاجة و 30 جنيه او بحاجة و 20 جنيه لو جبتي الست كاملة بتاعت الترطيب من لونة فانا شايفة برضو من الابشونات الحلوة قوي 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 للترطيب خاصة كمان في الشتاء فالتنين دول بالزبط بالنسبة لي زي بعض ما فيش اي فرق ما بينهم غير السعر وانه العطور بتاعتهم مختلفة انما الاتنين هيدوكي نفس النتيجة بالزبط فبرضو احبوهم ام طيب لو انا مش حابة الاحساس بتاع الفيزلين ده على الايد وما برتاحش على كريم لونة وعايز حاجة برضو تديني ترطيب عالي فيه برضو اوبشن تاني من لونة برضو بس هو على كريم اكتر من انه فيزلين وبرضو بيدي ترطيب رهيب هو الكريم ده بزبدة الكاكاو حلو جدا 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 وسعره برضو في حدود الحاجة وتلاتين جنيه بصوا اللي هيطلع بقى ايه كريم كريم عادي جدا وبرضو بيدي ترطيب حلو قوي هو يعني هو ميكس ما بين الكريم وبين الفيزلين بس في النهاية برضو الترطيب بتاعه حلو فعلا حلو وسعره حلو متوفر في كل مكان فهنعوز اكتر من كده ايه فده من الاوبشنات الحلوة قوي لو انت مرتحتيش على الكريم بتاعه لونة التاني بس هم اللي اتنين بصراحة بالنسبالي حلوين يمكن ما بحبش ريحة ده قوي مش عارف مش بحب ريحته قويه بس مش مشكلة يعني انت غادع الموضوع ده عشان الترطيب بتاعه حلو فعلا ويلا خلينا بقى ندخل على التوب تو انا بالنسبالي بجد كل الكريمات معظمها حلو قوي يعني وكانت نتيجتها حلوة معايا بس في حاجات بقى مش بس بتشتغل على ترتيب الايد بتشتغل كمان على الضوافر وبتدي كمان ترتيب اعلى اول واحد او يعني من التوب تو بقى اول واحد اللي هو النيو نيل ده هتلقو متوفر في الصيدليات الحلو فيه اولا ان انت بستخدميه حاجة طبية الكريم ده تحديدا من افضل انواع الكريم اللي انا جربتها سواقف انه يشتغل على ترتيب الايد بعمق في كمية مرتبات مش طبعية مش هتشفى اي كريم ايد قبل كده يشتغل كمان على تصليح الجلد المحيط بالضوافر يعني الفترة اللي كنت مستمرية عليه كان اوقات مثلا الجلد اللي حوالين ضوافر ده يتشد يتنتج يحصل له حاجة يعني كنت احطه تاني يوم الاقي الجرح نفسه هدي اللي هو عند الضوافر ده بلاقيه هدي على طول فهو عملت زي البلسم كده عمل زي السحر مشكلة معاه وليه ما حطتهوش كطاب 1 عشان الكريم ده مش متوفر يعني فينه وفيه نادرا نادرا لما تلاقيه مش عارفة ليه بيتسحب على طول مستيضاليات على طول مش متوفر يعني بجيب دي بالعافية مثلا كل فين وفين من صيداليات معينة فانا مش عارفة وليه مش متوفر بس لو لقتيه بجد من احلى الحاجات اللي ممكن تجربيها لإيديكي خاصة ان هو بيشتغل على الإيد وعلى الضوافر والمواد اللي فيه كلها كلها مغزال الإيد وريحته كمان حلوة قوي 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 وتحسوه كده ان هو كريم متكلف يعني مش كريم عادي بتعقيد لأ كريم كده تقيل كده وفي نفس الوقت من صاص الإيد ليه سريع جدا مش بيسيب اي ملمس دهني نهائي على سطح البشرة فده من اكتر كريمات اللي انا حبيتها بس يعني لأسف مش متوفر كتير يعني فلو لقتيه بجدهتي وسعره برضو كان في حدود 35 جنيه مثلا وقبل ما ندخل على الكريم اللي هو التوب 1 خليني اقول لكم ان فيه كريم تاني هو مش معي انا جبته ووقت ما ولد بس ده لو انت مثلا عندك اجزيمة لو انت عندك فعلا مشاكل في ايديكي مشاكل بقى قوية مش محتاجة حاجة تجميلية محتاجة حاجة علاجية اكتر بس هو سعره برضو مبالغ فيه جدا جدا فوق المياه وخمسين جنيه قرب المتين جنيه حاجة كده يعني هو الكريم بتاع افين الكولد كريم انا جبته ساعة الولادة لانه مش نقص حساسية ويدينا بتجف جدا بعد الولادة خاصة في المستشفى وجاو الساعة وكده فعايز اقول لكم لو ايديكي نار وحطتي بس طبقة منه هتلاقيه هدى النار دي مفعول مفعول السحر فعلا فعلا يعني بيعمل طبقة كده هو طبعا نصص برضو البشرة اللي هي سريعة بس هو فعلا يعني بتحس ان هو بيغلي في الايد كده وبيعالجها وبيرطبها بس طبعا من الابشونات الغالية جدا بس انا حبيت برضو ان اقول لكم عشان انا عارفة فيه بنات بيبقى عندها اجزيمة او عندها التهابات شديدة فوقتها لازم تروح لحاجة طبية هي دي اكتر حاجة ممكن تجيب معاك نتيجة اما بالنسبة للكريم اللي هو الطوب ون في العطر اللي موجود فيه الطوب ون في الترتيب الطوب ون في انه هو بيشتغل على الايد وعلى الضافر طوب ون في السعر لانه هو سعر مناسب ولا هو غالي ولا هو برضو رخيص زي الحاجات اللي هي بتلاتين جنيه والحاجات دي ملمس البشرة او الايد بعديه بيبقى طحفة ترتيبه بيقعد فترة كمان طويلة بجد كل حاجة حلوة فيه هو الكريم ده بتاع فازلين الكمية بتاعته كمان جميلة يا بوسوا كل حاجة بجد فيه حلوة لو عايزين ارشح لكم كريم واحد بس من كل الكريمات اللي انا اتكلمت عنها دي هرشح لكم ده انا بحبهم كلهم كل واحد بيدي نتيجة مختلفة عن التاني بس ده من نسبالي الافضل الافضل ريحته نعمة كده ريحته حلوة قوي ورحته كمان سابت بتاعت في اليد كده حبة فدي يمكن من اكتر الحاجات اللي حبيتها فيه هو في حدود الحاجة وستين جنيه او الحاجة وسبعين جنيه لو تطلبيه اونلاين او هتلاقيه متوفر عادي برضو في السوبر ماركت بس انا بفعلا بتاعلم بحب الكريم ده بحب الباكتجين بتاعته ولونه وكل حاجة فيه بصراحة حلوة فده احب ان انا ارشح لكم بس عمتا كريمات اليد كلها اللي تكلمنا عنها تكلمنا عنها مميزاتها ايه ومسلا لو في ح حاجة مش حلوة مش حلوة في ايه خليم اقول لكم على كام حاجة برضو العناية باليد عشان تحافظي على ايديك اكتر كده في السريع لو محتاجة بجد ان انت تحافظي على ايديك فلازم لو مش تلبسي جلافز لو انت هتنزلي تعرضي للشمس بشكل مباشر لازم تحطي سام بلوك فانت تحطي السام بلوك اللي انت بتستخدميه على بشرتك عادي يعني حطي طبقة كده منه على ايديك بالمرة يما تستخدمي السام بلوك اللي هو بتاع الجسم من نسبالي اهم حاجة ان انت متتعرض للشمس ديركت او تعرضي ايديكي من غير ما تكوني حطي عليها طبقة من الصندق محترمة عشان ما تلاقيش ايديكي غمقت وشققت وجفت وبجد يعني بيبقى فيها مش شكلها مش حلو يعني فالافضل ان احنا من البداية نحميها من اشعة الشمس الضر طيب لو حصل اي مثلا لسعة وانتي بتحمري حاجة بتقلي حاجة بتعملي حاجة على النار او لو مثلا في اي جرح فافضل كريم طبي بجد بيشتغل على الحروق وعلى الجروح وبيهديها تماما بيخفف احساس القلم جدا وفي نفس الوقت بيساعد انه الجرح يلتقم وما يسبش اثر بعد كده هو الكريم ده بتعميبه في حدود الحاجة واربعين جنيه الحجم الكبير بتاعه بس بجد من افضل الكريمات ريحته مش افضل حاجة بس هنستحملها معلش فترة مؤقتة حطيه من ثلاثة لاربع مرات في اليوم على المكان بالضبط اللي فيه التعويرة وبجد يعني بيخلي الحاجة الجرح مثلا او الحرق ده يروح من غير ما يسيب اثر برضه من الكريمات اللي بتساعد جدا على التقام الجروح واللي ليها فوايد تانية كتير و نسبة عالية جدا في الترطيب بس هي مش مخصصة للايد الكريمين دول والفرق في السعر ما بينه يعني واحد بحاجة وتسعين جنيه والتاني بحاجة وتلاتين جنيه بس تقريبا بشوفهم همما الاتنين واحد او يعني اول واحد اللي هو لو انت فعلا عايزة كريم مرطب ما يكونش كريم مرطب عادي يكون كريم بيشتغل اكتر على علاج البشرة وعلى التقام الجروح وعلى تصليح طبقة او حاجز الجلد والكريم التاني اللي هو ده نيوتري سوفت برضو متوفر في كل نسبة عالية جدا في التر الصيدليات ريحته بس بتضيقن شوية مش عارفة ريحته كده غريبة يعني بس ممكن تحبوها يعني فيه ناس ممكن تحب الريحة دي بس انا عن نفسي محبتهش مش مشكلة كده ولا كده بنحطه لما تكون ايديكي فعلا فيها جفاف شديد او فيها مشاكل طيب لو انا عندي مثلا اثار جرح او اثار حر قديم او اي بقع مثلا في اليد ممكن نستخدم لها ايه بنستخدم اللي هو سكارو هو فوق الميت جنيه بس بتحطيه على المكان اللي فيه مشكلة بالضبط برضو بيضيع الاثار بنسبة كب يعني بس لو في اول هيبقى حلوة اوي زي زي الميب وكده انما لو عند عليها فترة طويلة اوي هيخفف من لونها اللي هو البني او المغمئ ده بس مش هيخفي اثارها تمام بس مش مشكلة يعني هيبقى اقرب لللون الموحب بتاع البشرة فاسكارو حلوة اوي لاثار الجروح واثار الحروق واخر حاجة اي كريم انت بستخدميه لبشرتك او لتفتيح عمتن بتاع الجسم بتقدار انت استخدميه برضو لتفتيح اليدين في الكريم ده من ستارفل ده حلوة او في التفتيح بياخد وقت ش بس كون ان انت تفضلي مستمرية عليه يوميا كل يوم بالليل توزعي طبقة منه هتلاقي ده كي رجعت للونها الطبيعي الموحب تاني لو كانت اتحرقت من الشمس فعمتن اي حاجة بنستخدمها البشرة تقدر نستخدمها على اليدة عادية الفكرة بس ان بتبقى كميتها صغيرة فيعني بتخلص على طول بقى فالافضل يعني حيستخدم حاجات الجسم سواء كريم تفتيح او الحاجات دي نستخدمها برضو على اليدين هتلاقي الدنيا ماشي معيك والنتيجة كمان هتبقى مرضية جدا بس كده دي كانت مق عشر انواع من كريمات اليد ولو تحت في التعليقات بقى اكتر كريم انتو بتحمسين انتو تجربوه الفترة اللي جاية ودي كانت تجربتي انا الشخصية وارد اللي يناسبني ما يناسبكيش او العكس ده عادي وطبيعي جدا في اي حاجة فاتمنى يعني الفيديو دي تكون مفيدة لكم اتمنى كمان لو عجبكم الفيديو تحملوا اكبر لايك الفيديو ده عشان نوصل له لعشر تلاف لايك بما اننا النهاردة تكلمنا عن عشر كريمات اليد وبس كده بشكركم جدا وبحبكم جدا اشوفكم الفيدي اشتركوا في القناة